أهلا بكم في الدروس التعليمية لبرنامج تحرير الفيديو موذي ميكر حذف مقطع داخل ملف فيديو سنتعلم في هذا الشرح ما يلي طريقة حذف مقطع داخل ملف فيديو سنتعلم في هذا الدرس كيفية حذف مقطع داخل الفيديو نقوم الآن باستيراد الفيديو الذي نريد أن نقوم بتحريره ثم نقوم بإدراجه إلى نافذة لوحة العمل أو الفترة الزمنية نضغط الآن على إظهار الفترة الزمنية ظهر لنا خط زمن سير الفيلم ويتكون من مجموعة من الطبقات طبقة خاصة للفيديو وطبقة خاصة لصوت الفيديو نفسه وطبقة الصوت أو الموسيقى إذا أردنا إدراج صوت آخر في الفيلم وطبقة تراكب العنوان تظهر لنا العناوين وأسماء المشرفين التي يمكن كتابتها في الفيلم كمقدمة نصية للفيلم أو خاتمة نقوم الآن بحذف مقطع داخل هذا الفيديو نقوم أولاً بتحديد مكان بداية القطع ويمكن الاستعانة بشريط الزمن هذا وسنبدأ القطع هنا من بداية الدقيقة الأولى نقوم بالضغط على الدقيقة الأولى الآن على شريط الزمن نلاحظ انتقل مؤشر التشغيل إلى بداية الدقيقة الأولى ثم نقوم بالضغط على زر تجزئة المقطع الموجود ضمن شريط التشغيل في نافذة العرض أو المعينة نلاحظ هنا قام بتقسيم الفيديو إلى جزئين نقوم الآن بتحديد مكان نهاية القطع وسوف نحدد هنا الدقيقة الثانية وذلك بالضغط على رقم 2 في شريط الزمن نلاحظ أيضاً انتقل مؤشر التشغيل إلى الدقيقة الثانية ثم نضغط على زر تجزئة المقطع مرة أخرى من نافذة العرض نشاهد هنا أصبح الفيديو مقسم إلى ثلاثة أجزاء والجزء الذي في الوسط هذا هو الذي سنقوم بحذفه نقوم الآن بتحديد المقطع من خلال الضغط على المقطع في طبقة الفيديو ثم نقوم بالضغط على زر ديليت من لوحة المفاتيح نلاحظ تم حذف المقطع أخيراً بقي علينا أن نقوم بحفظ ملف الفيديو هذا من خلال الضغط على حفظ إلى الكمبيوتر الخاص به ليقوم بدمج الفيديو بعد القطع شكراً لمتابعتكم شكراً للمشاهدة